أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاهتمام بملف السياحة والأثار والعمل على إتاحة المزيد من التأسيرات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد وخلال اللقاء عقده مع وزير السياحة والأثار شريف فتحي لاستعراض المسودة الأولى لسراتيجية عمل الوزارة استمع مدبولي لشرح عن استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة والتي تستهدف جعل مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعا على مستوى العالم بالنظر لما تمتلكه من كنوز أثرية وتاريخية زاخرة واستعرض الاجتماع أيضا الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة ونسب ومعدلات إنجاز الأعمال داخل المتحف شكرا